بكم مشاهدين في كل مكان داخل وخارج الوطن العزيز متابعين المتابعون والناس اللي انضمت لمتابعتنا فقرتنا مهمة جدا يعني فيها تركيز على مواضيع مهمة جدا وعلى مواضيع بتمس كل بيت سوداني وأكيد هي توعية في البداية قبل ما تكون علاجات ومواضيع لازم ناخد فيها وند فيها نعم أكيد نحن متواصل معكم مشاهدين وفي هذه المساحة يمكن نطرح موضوع على طاولة حضرة المساء وموضوع مهم جدا اللي أهمنته ينضم علينا من داخل الأتوديو دكتور فتحة رحمان الرشيد اختصاصي جراحة القلة والذكورة وتأخر الإنجاب عند الرجال أهلا مرحبا بك مساء الخير عليكم مساء الخير عليكم شكرا لقناة البلد على المساحة تحية واحترام لكل المشاهدين المتابعين داخل وخارج السودان نعم حقيقة الله يعني أرق المجتمع السوداني في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة جدا من انتشار واسع يعني عدم الإنجاب ودي كانت أسارة الجدل ما بين الرجل والمرأة منول بيزبت دائما هو السليم طبيا وصحيا والتالي منول المزالة شوية كده بيكون فيها إحساس بالإحراج نوعا ما فكيف أنت من واقع تجربتك إذا عملت مع المواقع دي الحقيقة هو تأخر الإنجاب بحاجة عالمية موجودة في كل سبع زواج بيكون في زوجين ما عندهم قدر على الإنجاب أو يتأخر الإنجاب بالنوع المشكلة متصلة بيعاملين بالزوجة والزوجة لو نحن نتكلم كنسب طبية وعلمية 45% مشاكل تأخر الإنجاب عند الزوج و 55% من الزوجة معظم المشاكل المتعلقة بالتأخر الإنجاب ممكن للعلاجة بالنسبة كبيرة تحتاج لتشخص سليم تحتاج للمعالجة بصورة سليمة وخطة علاجية واضحة نحن كسوداني دائما مسترعين للخلفة شوية يعني نكون مستعجلين دائما طوال الإنجاب دائما للأطفال التوتر بتاع العوامل المتعلقة بأهل الزوج والزوجة يجعل الناس مضايقة ومستعجلة شوية للإنجاب وتبحث عن سبل ما علمية مرات في المعالجة المشكلة صحيح في البداية لما ذكرت التوعية لأنها مفهوم أساسي أنت ذكرت أن 55% من المرأة تكون المشكلة فباقي النسب كلها هي على الرجل وتحديدا أن أنت متخصص في مشاكل الإنجاب عند الرجال أول حاجة أعرف ما هو مفهوم مرض الزكوري من النظر العلمية طيب مشاكل الزكورة هي مشاكل متعلقة بالصحة الجنسية عند الزوج المؤثر فيه كل ما يلي فرص الإنجاب نعم انطلاقا من المشاكل المتعلقة بالحيانات المنوية المكونة ذاتها تكون مكونة بصورة سليمة في الجسم وإنتاجها بصورة سليم وعددها يكون كويس يكون حركتها كويسة ما فيها تشوهات مشاكل متعلقة حتى بقدرة الرجل على المجامعة لأنه أكثر سبب عندنا عالمياً وعلمياً يسبب تأخير الإنجاب أنه يكون في مشاكل ذاته في المجامعة وده حاجات ممكن علاجة بصورة أساسية طيب بعد الزواج هل في معدل زمن محدد كده لأنك أنت تلجأ للطبيب سنة أو سنتين أو ثلاثة ما حصل إنجاب في حد معين ولا الحديد مطلقة التعريف العلمي الذي تأخذ الإنجاب عند الزوجين هو سنة هذا الكوت بوينت هو سنة 12 شهر من الزواج لكن 12 سهر مستمر يعني أنا ممكن أن يكون مقترب خارج السودان زوجته يأتي معه شهر واحد ويقول عندي تأخذ الإنجاب لا نحن نتكلم عن تعريف بتاع 12 شهر مستمرة مستمرة عشان نبدأ نقول في عدم قدر الإنجاب نعم هذه واحدة من حاجات التي تتعلم فيها تتعلم في حوصات ما قبل الزواج نعم إنه أنا لو عندي مشكلة قبل الزواج ممكن أن أعليك رجل والسيت برضو والزوجة إنها لو عندها مشاكل متعلقة بعدم القدر الإنجاب لك ممكن تتعالج حتى الحاجة قبل الزواج نعم والمفاجأة أنه بعض الناس بيقات تجي بيقات تجي بالفهم بتاعنا دار تشوف مشكلتها أو دار تشوف في حوصات قبل الزواج لكن عشان نقدر نقول لشخص أنه عندك مشكلة بتاع تأخذ الإنجاب لازم يكون مزوج 12 شهر مكتملة يعني ما ينفع بعض المناطق في السودان الواحد شهرين ثلاثة شهور يقول له والله إذا خرتفل الإنجاب نعم شهرين ثلاثة شهور ما كفاية لازم 12 شهر طيب أنت ذكرت أنه بعض الناس مقبلين على الزواج بيقات قبل الزواج أنه يعملوا فحص وذكرت أنه المزألة لازم تكون 12 شهر مستمرة حتى أنت بعد ذلك تعرف أنه هل في مشكلة بتاع تأخذ الإنجاب أو ما في مشكلة طيب فايدة شنو طيب فايدة شنو أن أنا جاب حص قبل في حاجات كثيرة ممكن يتعارج لأنه مع تقدم العنور أو مع الزمن بيبقوا معالية صعبة يعني نحن دعنا مشاكل متعلقة بالحيوانات المانوية نعم وأسباب جلها ممكن علاجها أسباب نعم تخلي أنه الحيوانات المانوية مقادرة على التخصيب جلها ممكن معالجتها حتى قبل الزواج يعني عندنا من أكثر الأسباب في الشباب بالذات اللي يكون عندهم تأخذ الإنجاب الاتهابات البسيطة بالذات لما تبقى مزمنة منجرد معالجتها الشخص يبقى سليم نعم عندنا مشاكل متعلقة بالدوال الخصية لوحدة من الحاجات بصورة سليمة نعم نحن عندنا مشكلة بتاع التوعية كبيرة جدا في الخصوص وفي التحديد زي ما أنت ذكرتها ممكن يجوك بعد شهرين يجوك بعد شهر ويقول لك نحن عندنا مشكلة في الإنجاب وقالبا ما يقع الواقع الأكبر يعني حتى طريقت السؤال اللي يجد بها يقول لك والله أنا ليه ثلاثة شهور ما أجبت ما عرف المرة دي ما لها دي أول حاجة بتقع عليك هو لازم نوعي وكيف نحن نقدر نوصل المعلومة بتاعت أن المشكلة بتاعت الإنجاب مشكلة علمية ما وصمت عار على الرجوع أنا دار أقول أنه أول خطة أو أول خطوة الزولة تخطاها عشان نقدر يحصل على الإنجاب بالذات لو شاك أنه فيه إشكالية أنه لازم يجي الزوج والزوجة يعني فكرتنا التقليدية بتاعته أنه أنا شوف مرتيا أول أو شوف الزوجة أول ما بدورك بأنك بس تضف لينا فحص منك أنت من زوج بس كل دار أنه زوجة تفحص عليها لكن أنت برضو أفحص لأنه لو عرفت المشكلة بالذات في أول يمكن المعالجة في حاجات مع تقدم طبعا في حاجات مع تقدم الزمن تقوير المرض لا تتعارك تبقى في الصعوبة معالجتها بصورة أساسية لكن في حاجات سهلة جدا ومعالجتها سهلة جدا بس عامل الزمن قد يكون خصما على المريض طيبة تأخر الإنجاب أنت ذكرت أنه في عدة أسباب من دمنها مثلا انتهابات الخصية أو مثلا الحيوان المنوي بتفاصيله وبعد ذلك قوة الحيوان المنوي والتشوهات في الحيوان المنوي طيب دارين بعض الأسباب إضافة للسبب نحن واحدة من حياة البجينة كتير هي نقول عليها نعدام الحيوانات المنوية كن ما في حيوانات المنوية نفحص نلقى ما في حيوانات المنوية وذي بتكون عندها متصلة بأسباب مدعلقة نقول عليها ما قبل الخصية زي انه يكون في الطراف الهورمونات نعم وذي يمكن علاجه نعم عند المشاكل المتعلقة بالكوروناسومات أو المتلازمات زي كلام فيلتر دي بتحتاج لخطة معينة عندنا برضو أسباب متعلقة بالخصية زي ما قلت قبل الالتهابات الضمور التليف الأورام الأجسام المضاد للحيوانات المنوية نعم عندنا أسباب بعض الخصية وذي زي القفل زي الدوالي أو الأورام بتاعة البربخ أو عدم الحبل المنوي أو الالتهابات المزمنة بالنسبة لالتهابات البورستات دي كلها بتخلي إنه الحيوانات المنوية ما موجودة في الفحص دي مجرد ما نشوف المريض بنعمله خطة الخطة دي متوفر علاجه في السودان تماما يعني والإضافة للحياة دي إنه بيجد متوفر عندنا حيث ما المايكروسكوب الجراحي وده واحد من حياة الحسن كتير فرص الناس اللي عندهم من عدم حيوانات المنوية يعني متوفر عندنا العمليات بتاعت المايكروسكوب بما فيها الدوار بالمايكروسكوب الجراحي وعمليات أخذ العين بالمايكروسكوب الجراحي عندنا مشاكل متعلقة بيغلد عد الحينات المنوية وقلة حركتها وقلة أو تشوهاتها وده برضو معاليات سهلة جدا لو ده عارف السبب لكن للأسف الشديد بيكون المريض في القلة بالذات إنه مش الأسول البديلة اللي هي الأحشاب يعني مش الحاجات البلدية وده للأسف الشديد قد تكون شوية كل الأدوية جاي من مكونات مرات من الطبيعة لكن يكون معالجتها بصورة طبية وصورة دوائية بصورة سيئة فالمريض بيأخذ الحاجة ويكون أخذ زمن طويل فيها وللأسف بعد ذلك بيمشي من مرحلة قلة لينعدام والمعارجة تزعب وده السيناريو الأكتر إنه الواحد تدخر علاجه سنين بسبب أنه مش الوسبال أو السوبة البديلة لو سميناها بديلة لكن نحن نقول دائما الزول إنه لو مشى في الخطين أفضل يعني قابل طبيب وعمل الدائرة قابل طبيب بتاع الزكورة بيحدد لك المشكلة على القل بتكون بعدك تعرفت مشكلتك في حالة طبية ممكن على عجز زي موقع تنساهل جدا التشوهات واحدة من الحاجات برضو مشكلة إنه المريض بيكون الزوجة عندها تكرر للإجهاض وتكرر الإجهاض دائما مظلوم في الزوجة في أسباب متعلقة بالإجهاضات ما تكون سوا في الزوجة الزوجة تفحص كل الفحوصات يتقوها سليمة والإجهاضات شغالة لكن الزوج ما ده يفحص أول ما يفحص يقول له عندك مشكلة بتاع السائل المنوي مجرد ما عالج المشكلة الإجهاضات وكفت بالتالي حصل الحملة طبيعية بالتالي حصلت إنجا إنجا نعم طب في مشكلة برضو حمل لكن في إجهاض بطريقة مستمرة التي لا تستطيع تحدد إذا المشكلة منها أو من زوجها وهي في القالب طبيعا إن المشكلة من الزوج لكن بنلاقي إنه في ناس كثيرة من المشاكل التي تواجههم طوال تتشو للسفر خارج البلاد أو للإعلانات التي تكون موجودة في التلفزيون الحاجة التي تساعد على الحمل هي نوع من عدم التوعية لكن ممكن نقول إنه نسبة التقنيات والأجهز الموجودة في السودان ما حديثة لدرجة توفر لنا الإنجاب بطريقة صحيحة هو للأمان نحن عندنا مراكز متخصة هنا ممتازة جدا بما فيها المستشفيات الحكومية سيبقى في خدمة موفرة بالنسبة لنا في الزكورة في مستشفى بشار الجامع فيها كل الخدمات الملوكية تقدم بالنسبة الأساسية وبصورة كاملة قد يكون قبل سنين عددها كان ما في الخدمة فالناس كان يستافر بر بالمفهوم التقليدي إنه والله لكن الخدمة ما متوفرة لكن ناس بقت الخدمة متوفرة بما فيها الأجهزة المتقدمة أنا زي ما قلت قبل عمليات المايكروسكوب الجراحي بقت موجودة عندنا في السودان زمان الناس يستافروا لها بر لكن ناس موجودة يدعملون نسبة نجاحها عالي جدا بالنسبة لنا في مثلا كمسال بسيط الناس لا يعملوا مايكروسكوب بر المايكروسكوب يجب فيه فبقت الحوج للسفر في مجال الزكورة بسيطة جدا بما فيها حتى مراكز الإنجاب المساعد بالنسبة لنا في التقييح الصناعي بالنسبة لنا في أطفالها نادي المراكز تقدم خدمة ممتازة ويجب تأهيل لها تطوير في الأجهزة ونسبة نجاحها موجودة وشغالة بصورة كويسة قد تكون موافحة إعلامية لكن المراكز تقدم بخدمة ممتازة شغالة بعدين يوجد عدم شجاعة من الرجل أو من المرأة يبحثوا عن مزألة فخوصات لكي يصلوا لعلاج لحقك هدفهم وهو الإنجاب الحاجة الناس لجأت لبعض المعالجات زي ما تذكرت ممكن تكون أحشاب طبيعية الحاجة البلدية السايدة في المجتمعات لأنه لا يمكن أن يكون تتعرض في بعض القنوات العربية مثلا القوة في الأداء القوة في كذا في تفاصيل كثيرة جدا وحبوب تكون دائما هي مضروبة حتى لا تكون فعالية أو لا تكون بعائد أو مردود إيجابي في مزألة الإنجاب في جانب ثالث وده برضو شاية بصورة كبيرة جدا في مجتمعنا السودان إنه يقول لك أنا يمشي للشيخ لأن المزألة هذه مربوطة بالسحر أو خلينا نمسك نحن الجانب بتاع مزألة الحبوب المضروبة أو إعلانات الحالين بينتابعة بصورة كبيرة وبعد ذلك نلجأ لمزألة السحر بأنه مدعيش في السودان وهو حقية طبعا الكثير من المرضى يكون مشكلتهم أساسية تأخير الزمن متعلق بسنين قضوها في متابعة الأحشاب قد يكون العسل نحن نقول علاج لكن علاج قد يكون مباشر بيتدخل جراحي بأدوية وكذا هذه علاج في أول سهل جدا المريض يأتي بعد سنين من متابعة يقول لك ما حصل لي تقدم أو ما حصل لي تحسن كان لدينا عدام أو كان لدي قلة وكلما تدخرت في البحث عن خدمة طبية تلقى روحة كنت مدركة مريض نعم نحن يحسن أو يفضل المريض لو دار الأحشاب أو في العسل أو في أي حال استشير دكتور بتاع زكورة واصل في حاجة لكن نشوف دكتور زكورة على الأقل يوريك الحاجة الممكن علاج سهل جدا أنا أتفق معك في أن كثير من الموجود من الأحشاب من العجبة كذا كلها حاجات علمية مصنفة ودلع لا موجود المسألة في المجتمع العربي لكن لا موجود علمية لا موجودة في أي مكان لا مذكورة في أي كتاب فبالتالي ما حاجة حقيقية ما حاجة أؤكد إنها فعالية قد تكون صادفت مع مريض وصادفت بسبب أو بآخر أن تلقى علاج تاني لكن حاجة علمية مزبتة لا وأنا ونصح كله بيسمعنا الآن الأحشاب حتى لو ما عندها ضرر ممكن تكون ما منها فائدة ولو بيقت مضروبة مدهت منتهية في حصيل كثيرة مع مفحوصة مع معروفة علميا قد تضر نفسك بأنك زي ما قلتك أكتر الضرر من التأخير ففرصك ممكن تجيل كثير لو أنت جيت في الأول قبل من خطتك أو من بداية الزواجر قد تستفيد من الدكتور أكتر من الأحشاب نعم طيب جانب السحر ما تلقي كثير جدا في المتبعات حتى بالنسبة للسيدات أكتر الجانب بتاع السحر و هذه حاجات بعيدا عن الوعي هي حاجات ما عندها علاقة أصلا بربنا هذه حاجات بعيدة تماما ما موجودة أصلا ده خيال نفسي أو عمل عملية نفسية أنت بتقدميها لنفسك حتى ممكن تحس بالحملة الكاذب يعني أنت ممكن بعد ما تعمل الحاجة تحس بأن أنت حامل فعلا فبتقي تفحص ويقول أنه ما في شي فهو أكيد حاجة ما عندها فايدة والله السحر لو سلمنا أن السحر موجود في القرآن لكن نحن نقول في جانب يأتي المريض ويقول لك والله مرتدي مربوطة نعم ولا ربطو ولا يعني مصطلحات قد تكون شاية عندنا موجودة أنه والله مشال واحد حاقد على المرأة أو المرأة دارت عرس أو كلام كثير بنسمع حتى ممكن تاخد علاج من الزولة التي تجهت لي وممكن تاخد علاج ما عنده يكون موية ممكن أيوة ممكن يكون موية المفارق أنه للأمانة بعض الشيوخ بجهرنا المرضى يكون عارف من الأول أنه مع علاج بتاعه يعني عارف أنه مشكلة طبية بيجي المريض يقول لك والله يا شيخ فلان قال لي يمشي الدكتور فبيجي مسلم بأنه هو دائر الخدمة الطبية وانا بناشد كل الشيوخ بأنه لو لقى أنه في مشكلة تعتخر إنجاب أديه العلاج القرآني ما عندنا مشكلة أديه كل الحياة البطراب وماسب لكن أشرك معك طبي في اليوم طب يا دكتور فارق السن أو الأول عمر له أثر كبير في موضوع الإنجاب والتدخين السلبي له أثر كبير في تخير الإنجاب وأيضا السمن البدانة عند النساء عندها دور كبير في الإنجاب نعم أكيد طبعا نحن عندنا عوامل خطورة أو المريض يجينا حتى الزوجة وزوجة بيكون مشكلتنا الأساسية مع التدخين مشكلتنا الأساسية مع السلوة مشكلتنا الأساسية مع النظام القزاء الغير سليم نعم هذه المشكلة كبيرة بالنسبة لنا يعني نحن واحد من الحاجات بالنسبة لنا في الزكورة وأساسية جدا أنه يكون عندنا حاجة يسمى العلاج السلوكي نعم علاج السلوكي لازم تمشي المشي الواحد لازم يمشي الاتنين برضو الالتهابات الكثيرة لازم تدعلك يعني أنت حسد بالالتهاب أمشي علي جروحك أفحص مجرد الفصل البسيط لقيت فيه الالتهاب أمشي أفحص أمشي لدكتور يديك العلاج السليم خلاص يتقل نهي الالتهابات لأن الالتهابات المزمنة واحد من الأسباب الشائعة جدا العوامل السلبية والعوامل الخطرة فيها التدخين تجد الزوجة تستنشغ الدخام بتاع السجار فتدخين السلبي هذا الممنوع تماما النظام الغذائي السليم تجد المريض ونحتاج في موضوع الزكور الحاجات التي فيها أنتيوكسيدس يعني المضاطرة الأكسيدس مثل الفواكي الخطوات الحياة الطبيعية وهذه متوفرة عندنا في السودان لا يوجد مشكلة نقول المريض لازم فيه لازم تكون فيه يعني الفاصفود اللي هو الأكل الجاهز هذا مشكلة كبيرة مشكلة بالنسبة على حي الرابع أو الخامسة إنه نقصان الوزن لأنه تلقى الزوجة والزوجة مشكلة البدانة نحن بالنسبة لنا عامل خطر بالنسبة لنا كل مشاكل متعلقة بالذكورة بما فيها الإنجاب بما فيها الضحف الجنسي بما فيها الغصف السريع كل المشاكل ودي أكثر أسباب يؤدي إلى عدم أو تأخير اللي نجاب عند الرجال هي المشاكل المتعلقة بالغصف السريع والضحف الجنسي البدانة بالذات يا دكتور احتمال نحن لا نستوع بالحاج لأن الشعب السوداني تردت أرباعه بدين فتلقى الزوجة ذاتها مع زوجها إذا هو بدين ولا هي بدينة لما يجي يقول لا هو سبب أساتي كيف سبب أساتي أنا عندي جارتي سمينة وزوجها سمين وجابت بيبي فهي تشيل الموضوع علميا فتخده مقارنات بينه وبين غيره بالواقع زي فكرة التنباق يقول لك والله التنباق بعمل ليس سرطاء لسه طيب أنا ما بعرف أبوه يديه لو سنين وما جاء لكن أنت ممكن يجيك ما خلاص هو في النهاية يفوق فرص بتاعتين يجيك نفس الفكرة أنت ما سمينة أو أنت ما سمين لكن طيب لغضر الله يتبقيت في الناس الممكن يحصل لهم تأخير نجاب أو أنت ممكن يحصل لك تأخير نجاب بسبب الحادي ما نعمل وقاية نبعد عن بدانة ونقول أنه زي ما قلت تكبيل حتى النظام الغزائي عنده دور أساسي في محاربة السمنة وده مهم جدا عندنا طب دكتور فتح رحمان يعني نحن بنتابع الوضع الراهن الاقتصادي يمكن ضيق المعيشة اللي بيحصل بدور ويسبب جزء كبير جدا من الضغوط النفسية للأزواج خصوصا الأزواج حديثي الزواج هل يمكن أن يكون ده سبب ومؤسر لتأخير الإنجاب خصوصا بعد ما يكون في طمأنة من الدكاتر بأنه فحوصاتكم جاد سليمة وطبعا في حاجة بيجي مريض يقول لك والله يا أخي ناس في لانديل الزوجة كويس والزوجة كويسة وما حصل حمل هنا نحن نقول أنه في حاجات مسلمات عندنا الخوايات بيسموها في العلم عندنا بيقولوا بشولة السور أو لسه الطب لا يستطيع يعرفها لكن نحن هنا في الدين الإسلام نقول لحقة الله دائما نقول للمريض أنه هذه أسباب تبحث عن علاج عشان تسوي ربنا هداك للسور فأبحث للنهاية ما الشرط أنك تصل للمنقل لكن في النهاية تعمل الخطوات التي تخلي تصل أنا بيقول أنه توفر خدمة في المستشفىات الحكومية واحد من أحاية الممكن يساعد كثير من الناس في حصول الخدمة يعني قبل دربت مثلا بأن عندنا في بشائر مثلا المستشفى بشار الجامع خدمات الزكورة كلها متوفرة وقد تكون مجانية فالمريض لا يستطيع حصول خدمة في المستشفىات الخاصة والمراكز ممكن يتلقى الخدمة بالنسبة للسيدات برضو المشاكل الإنجاب فيها تكلفة عالة جدا قصة في الأدوية لأنه أدوية غالة جدا فالمريض يقول لك والله يحسن لها الأحشاب رخيصة لكن ثانيا يقول أن الأحشاب ستضيع فيها سنة ستضيع فاوكة كثير لكن لا تحصل على الدائرة لا يوجد نتيجة راجحة طب يا دكتور الحقن المجهور والتلقيح هي حلول علاجة تكون داخل زمن طويل بالذات لو الزوجة يقع عمرها كبير فمن الأول المرض يقول لك عندك مسارين المسار الأول لكي عمر الزوجة كبير لازم تعمل حقن المجهور أو تلقيح مساعد إضافة لكي أن تدعارج لكي تحسن فرص أن يكون الحملة طبيعية بعد ذلك لو لا تضر الله الحب حقن المجهور لا نجح عندك وفي حياة لا تتعالج في حياة من الأول لازم الزوجة طوال تمشي في اتجاه الحقن المجهور لأن تكون معالجة صعبة جدا بالطرق الطبيعية طب يا دكتور التلقيح والحقن المجهور هل هم في المستقبل عندهم أي أضرار على الجنين هو الاختيار السليم للحيون المنوي والاختيار السليم للويضعة من أساسي في نجاح الحقن المجهور أولا هل في نسب بدعة التشوهات ممكن تحصل بالنسبة للجنين بعد الحقن المجهور نعم فيه لكذا في فعوصات دقيقة جدا متعاملة عشان تعرف مقدرة الحيوان المبنى والبويضة على الاستمرار أولا وعلى أنه لا يتكون تشوهات بالنسبة للجنين النسبة للجنين موجودة عالميا لكن كل ما تعمل الفعوصات قبل الحقن المجهور بصورة سليمة هي بتدي لنتاجها حسن بالنسبة لإستمرار الحم بالنسبة لي عدم وجود التشوهات في الجنين ملحق في حالات لا تقبل الحقن المجهور أو التلقيح لأسباب متعلقة بالزوجة نعم لأسباب متعلقة بالزوجة لا نحن مجرد حصلنا على حيوان منا من الزوج خلس نحن ما عندنا مشكلة الحقن المجهور ممكن يكون بالنسبة للزوجة نعم في عوائم يمكن تخلي الحقن المجهور من الأول دكتور يقول المريضة لا أنصحك به أو لا أهديك للحقن المجهور لأنه يكون فرص ضعيفة جدا للنجاح نعم دكتور فتح الرحمن نحن نسل معك لنهاية مساحة هذه الفقرة دارينك توصي الرسالة للناس اللي يكونوا دائما ما ملمين بالثقافة الطبية اللي يتخليوا من خلال الثقافة الطبية دي بيصل يعني إلحاق التأخر في الإنجام والله أنا أقول أول حاجة أنا شكر لكم في قناة البلد أولا هو الشاكل للمشاهدين اللي يتابعون لكن بقول أنه دائما مشاكل الزكور وتأخر الرنجاب عند الرجال بالذات مشاكل في معظمة ممكن حلها 90% من مشاكل ممكن حلها بالذات لو المرجى في الفترة الأولى أول ما عرف المشكلة أول ما الزوج وحصل تأخر للنجاب أفحص فحص السائل المنوي قابل بها دكتور زكور سيقول لك تكويس أو مكويس أو محتاج لعلاج أو محتاج لعلاج الاثنين الوسائل البديلة التي تتخذها قد تضرك بصورة أساسية لدينا مشكلة ثانية متعلقة بالإدمان بالنسبة للكحول أنا برضو أحذر بأن هذه مشاكل هادمة للصحة الجنسية للزوج تدخين الإدمان الكحول هذه الهادمات للصحة الجنسية بالنسبة للزوج ثلاثة قدر الإمكان خلي حياتك بصورة سليمة العلمات التي قلنا أو الرشادات التي قلنا النظام الصحي القزائي السليم الرياضة هي حاجات أساسية بالنسبة للمحافظة على الصحة الجنسية والصحة المتعلقة بقدرة على الإنجاب عند الرجل أنا شكرا لكم شكرا لك كثير دكتور فتح الرحمن الرشيد اختصاصي جراحة الكل والذكور وتأخر الإنجاب عند الرجل شكرا للمعلومات القيمة التي تقدمت شكرا لكم شكرا أكيد متواصلين هذه الأكيد في مساحات مختلفة عبر برارش وحضرة المساء درة الغالية مهدى لكل الناس اللي بتابعيني دوما من خلال هذه المساحات الجميلة اللي بتجمع لكم يوما جمعة أكيد بربختك يا العوني اشتركوا في القناة